موسيقى إذن مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في يمسية هذه الليلة من خلال ملخص سباق المساء والذي حضرت من خلال تحدياته جنبنا القبائل في هذا المساء خمسة وعشرين انطلاقة كانت حضرة بتحدياتها وانطلاقاتها الثمينة على البداية مشاهدين الكرام كانت مع الدرعية لمالكها سالم بن حمد بن جار الله المري من دولة قطر حيث انتزعت بكار المحلية الأصائل بس دقائق وثلاث ثواني وأربعة أجزاء من الثاني ثانين والنموس على هذا الفوز والانتصار بينما الشوط الثاني حضرت وعد لمالكها سلمان بن عدي بن سلطاب الرشيد الكتب منتزع نموس المهجنات الأصائل بخمس دقائق وثماني وخمسين ثانية وثمان أجزاء من الثانية السلام لهالي العوير سلام بينما الشوط الثالث حضر الحذر لمالكها سعيد بن سالم بن عمان المهيري منتزع عن نموس ومحقق عن التوقيت الأفضل بخمس دقائق وثماني وخمسين ثانية وخمس أجزاء من الثانية مع الجعدان المحلية الأصائل ومهدي انهالي العين وهالي منازف هذا النموس الشوط الرابع يأتي هياض لمالكها محمد بن علي بوشاري بالمرهي مهدي انهالي الغرافة هذا الانتصار بدولة قطر بخمس دقائق وثماني ثانية بالوفاء والتمام والكمال ومنتزع عن نموس من ميدان المرموم الشوط الخامس حضرت روع لمالكها علي بن صياح المنصوري مهدي هالي الضفرة هذا النموس والانتصار هنا من قلب الحدث ميدان المرموم بسد دقائق أربع ثواني وتسعة أجزاء من الثانية تهانين على هذا الانتصار أما الشوط السادس إنجاز لمالكها سعيد بن سالم بن عمان المهيري أيضا محقق نموس وانتصار وتحدي جميل آخر بخمس دقائق وثماني وخمسين ثانية وسبعة أجزاء من الثانية لسعيد بن سالم بن عمان كذلك مع تحديات التوقيت المميز الشوط السابع يأتي غازي لمالكها أحمد بن غصنة العامري منتزع النموس ومهدي هالي الزاخر هذا الانتصار بسد دقائق وثانيتين بالوفاء والتمام والكمال مرموك حل في المركز الأول في الشوط الثامن المسلم بن حمد بن حريز الحرسوسي منتزع النموس قوي ومميز وأداء جميل ورائع للغاية بسد دقائق وجزعين من الثانية تهانين على هذا الفوز والانتصار بينما الشوط التاسع ذهب الهالي الهباب مع قصة كانت قصة وحكاية هذا الشوط بسد دقائق خمس دواني تسعة جزا من الثانية مع شعار المقعودي حمدان بن محمد بن بن سيف المقعودي تهانين لهو الناموس وأهلا وسهلا يا كينغ الهباب الشوط العاشر يأتي هنا في انطلاقات هذا الشوط شعار بمفتاح الشامسي حيث كانت علاج لمالك هنبارك بالراهد بمفتاح الشامسي مهدي هالي الزاخر هذا الانتصار بسد دقائق وثانية واحدة بالوفاة والتمام والكمال تهانين لناموس على هذا الانتصار وسلام يا زاخر سلام بينما هالي مرغم حلو في المركز الأول في الشوط العاشر كانت مجريات لمالك راشد بن حمد بن راشد بن قدين بسد دقائق وسبع ثواني وجزئين من الثانية لتنتزع ناموس وتهدي هالي مرغم هذا الانتصار الشوط الثاني عاشر يأتي الفاتن لمالك جاسم بن سليم الوهيبي منتزع ناموس بست دقائق واربع ثواني وجزئين من الثانية ومهديا هذه السلطنة هذا الانتصار بينما الشارد حل في المركز الأول مشاهدين الأعزاء لمالك غريب راهد بن سويدان الاكتبي تهانيني على الفوز والانتصار وسلام لها للهير 6 دقائق 4 ثواني وجز واحد من الثانية تهانين كذلك لراشد بن سويدان بن حضير من الاكتبي على هذا الفوز والانتصار شوطنا الرابع عشر نبدأ مشاهدين كرام مع شوط الانتاج حيث كانت ريفال على موعد الانتصار وتسجيل تحقيق انتصار ب6 دقائق 5 ثواني 9 زامنة ثانية والتهانين لمالك ريفال عبيد بن خيرات العامري ممثل شعاري شرق الشوط الخامس عشر قرار لمحمد بن طماطم العامري مهدي الفوز والانتصار لها للهير ب6 دقائق وثلاث ثواني و4 زامنة ثانية ثانين ونموس على هذا الفوز والانتصار عما الشوط السادس عشر كان السد هنا سدا منيعا بانتزاع النموس وبدون أي تعليمات ب6 دقائق 6 ثواني وتماما وكمالا مع شوط الانتاج يأتي هنا السد لحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي وسلام لها الخواني جسلام بينما الشوط السابع عشر يأتي الدرام لمالك سهيل بن بوتة العامري يأتي في انتزاع النموس والانتصار ب6 دقائق ثانتين و3 اجزاء من الثانية من تميز بهذا الاسم الرائع الشوط الثامن عشر شموخ لمالكها خلفان بن سالب بن حمدان المنصوري مهديها للظفرة هذا الانتصار بسد دقائق ثانتين و6 اجزاء من الثانية تانين والنموس على هذا الانتصار وسلامي للسلع سلام الشوط التاسع عشر عوايد لمالكها ومالكها سند بن محزن بن حفيظ بانتزاع النموس و6 دقائق 5 ثواني جزئين من الثانية تانين والنموس وسلام لهذا الظفرة من جديد سلام بينما الشوط العشرين نياتي الزعيم لمالكها دكتور راشد بن حمد بن زفن العفاري قطع المسافة 6 دقائق و7 ثواني و5 اجزاء من الثانية تانين على الفوز والنموس والانتصار وسلام لهذا النفوعة سلام الشوط الواحد والعشرين يأتي مبعد لمالكها محمد بن سلطان بن مارخاني الكتبي صاحب المضامرين ليهدي كذلك المرغم هذا الفوز والانتصار بسد دقائق و3 ثواني و8 اجزاء من الثانية اما الشوط الثاني والعشرين تانين تأتي هنا من خلال هذه الانطلاقات وهذه التحديات بالمركز الأول تانين والنموس لعليف سلطان بن مارخاني 4 ثواني و4 اجزاء من الثانية تانين على هذا الفوز والانتصار بينما الشوط الثالث والعشرين يأتي دور حبوبة لمالكها شريويح بن حمد بن شريويح العامري سلام لهل الساد سد دقائق ثلاث ثواني بالوفا والتمام والكمال اما الشوط الرابع والعشرين يأتي لهالي مرغم مع الغزاء الحمد حمدان بن حمد بضعي بن غدير منتزع نموس الجعدان لمحليات الأصائل بسد دقائق خمس ثواني و8 اجزاء من الثانية شوط الختام ذهب مشاهدين الكرام مع رمال احمد بن راشد بن حضير بن الكتبي تانين على الفوز والنموس و6 دقائق 4 ثواني و5 اجزاء من الثانية تانين كذلك على هذا الفوز وسلام إلى هالي الهيار سلام هكذا مشاهدين الكرام كانت تهديات هذه الانطلاقات وملخصي سباقي هذا الصباح من مسافة 4 كيلومترات و25 انطلاق يوم الغد ان شاء الله في الصباح لنا لقاء يتجدد مع هجن اصحاب السمو الشوخ لسن الاذاء من مسافة 5 كيلومترات تخلوكم دائما على الموعد ولكم الشكر جزيلا على المتابعة من عبدالله وادي مخرج هذا السباق ومن جميع طاقم العامل الفني لقناة دوباي ريسينج إذن يحيين ذلكم الموعد طبتم وطابت أوقعتكم إلى